اهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام وهذه الخدمة الاخبارية الجديدة والتي تقدمها اكسترا نيوز نرصد خلالها ابرز ما يثار من شائعات تسادف المجتمع المصري كما نفندها ونرصد الصور والمعلومات الحقيقية اول هذه الاخبار هو انه بث الاعلام المعادي شائعة مغلوطة مدينة العالمين الجديدة زعم انها لم توفر فرص عمل جديدة الحقيقة انه وفقا لمحافظ مطروح فان مدينة العالمين الجديدة تستوعب نحو ثلاثة ملايين نسمة وتعمل على توفير فرص عمل ضخمة لابناء الوادي والدلتا كما زعم الاعلام المعادي على منصاته ان مصر حصلت على تمويل من البنك الاوروبي خاص بتمويل مشروعات الطاقة النظيفة وهو ما لم يتحقق على ارض الواقع الحقيقة كانت عكس ذلك اذا قمت مصر بالتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وانشأت واحدة من اكبر محطات طاقة شمسية في العالم وهي المشاريع والجهود المصرية التي اشهدت بها مؤخرا اضل رينو باسو رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية اشارت الى ان مصر لديها رؤية طموحة بشأن التنمية المستدامة وتمثل نموذجا يحتذا به للدول الاخرى لتحقيق التحول من الوقود الاحفوري الى الطاقة المتجددة والتي احتاجها العالم بشدة في هذه الفترة اكثر من ذي قبل ونجاحا لدور مصر اعلنت المديرة الاقليمية للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية عن تقديم البنك دعم لمصر للتحول الى طاقة الرياح بتخصيص ما يصل الى مليار دولار لهذا الغرض تدول رواد سوشي الميديا صور لمجموعة من الطلاب باحدى المدارس والتعليق بانها خلال زيارة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحقيقة ان هذه الصورة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية في 2021 وذلك ضمن صور لخبر افتتاح قاعة افتراضية لتبادل الخبرات في المركز الاقليمي للارشادي والتدريب كما تداول رواد سوشي الميديا صورة لانبوب ضخم وسط البحر مع وصف الصورة بانها اللحظات الاولى لتشغيل اول خط غاز مصري لتغذية اوروبا الا ان الحقيقة والواقع يشيران الى ان مصر لم تنشئ خط انبيب لتوصيل الغاز الى اوروبا خلال الفترة الحالية والصورة المتدولة هي انبوب مياه بين تركيا وشمال قبرص وتم التقاتها في 2015 ضمن مجموعة صور اخرى للانبوب الذي تم افتتاحه في 2015 وسط اعتراضات من السلطات القبرصية اذا مشاهدي الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الاخبار في هذه الحقائق والاكاذيب شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء